اهلا من جميع هنتكلم في فيديو النهاردة عن السيارة بجو 3008 الجيل الجديد منها موديل عشرين اربعة وعشرين وما وصل لنا من تسريبات بخصوص شكلها وبخصوص مواصفاتها برضو حتى الان ولو فيه اي تحديث كمان هيبقى خاص بي السيارة بجو 3008 الجيل الجديد عشرين اربعة وعشرين بعد كده يعني هنتكلم عنها في حينه فيالله نبدأ الشكل الجديد المتوقع لبيجو 3008 قبل طرحه عالميا تتنبأ صور تخيولية جديدة بالجيل التالي من بيجو 3008 بتصميمه الجديد المحتمل مع اشارات التصميم بوحي اطرازات بيجو الأخرى التي تم كشف عنها مؤخرا بيجو في المراحل الأورى من تطوير الجيل القادم لسياراتها 3008 وقد التقطت اللقطات الاولى التجسسية لنموذج السيارة وهي تحاول الاختباء تحت جسم سيارة ستروين C5 Aircross لكن احدث الصور تظهر النموذج وهو يحمل لوحات الانتاج الخاصة به لأول مرة وقام المصمم الرقمي كوليسا أريو بتعمل تصميم تخيولية توقع شكل السيارة في جيلها الجديد قبل وقت طويل من الظهور الرسمي لها لأول مرة طيب حقيقي في الفيديو ده أنا عندي أو في الموقع الناقل للخبر حاطت صورة تخيولية قام بيها المصمم أو حاطت الصورة بيقول هو الموقع أنه حاطت الصورة للسيارة في شكلها النهائي ودي الصورة الحقيقية فعملت أنا سيرش الخاص بيها فلاقيت أن الوصف اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي في الخبر الخاص اللي احنا بنقرأه الوصف ماشي مع شكل تاني أنا لقيته برضو لبيجو 2024 فعلى ما يبدو أن الموقع غلط وحط الصورة التخيلية الأديمة اللي كان متخيلها المصمم لكن الصورة الحقيقية هتبقى زي الوصف أو العكس أن الوصف مكتوب غلط الوصف مكتوب زي ما المصمن شافن العربية شكلها ازاي لكن حطوا الصورة الحقيقية للعربية وأنا بميل للجزء التاني للقصة التانية لأن أنا جبت صور العربية أثناء التجربة عارفين أي عربية قبل ما بتنزل أي جيل أي شكل جديد قبل ما ينزل بيجبوله بيعملوله اختبارات أداء عدد ألافات من الكيلومترات محددة وبيمشوا بقى في مختلف الظروف في التلج وفي على الطرق الممهدة أسفل وفي الطرق الوعرة الرمل والطوب والكذا وبيجربوا العربية في مختلف الأجواء لعدد معين من الكيلومترات عشان يشوفوا أثناء التجربة هل في حاجات محتاجة تتعدل في شكل العربية أو حاجات محتاجة تتعدل في أداء العربية أو حاجات محتاجة تتعدل في العربية نفسها يعني كمحرك أو فتيس أو كذا لو ظهرت أي مشاكل خلال هذه التجربة طيب طول ما العربية بتتجرب بتتجرب في طرق فيها ناس كتير فبيحاولوا يموهوا على شكل العربية بطريقة هنشوفها دلوقتي أحياناً التمويه يبقى جامد قوي مش بنبين حاجة زي اللي هنشوفه دلوقتي وأحياناً التمويه يكون ضعيف شوية يقدر يطلع شكل العربية ومن هنا بيستوحى المصممين الشكل قبل ما يظهر ويرسموه أو يعملوه زي ما الخبرنا بيقول طيب تتبنى بجو 3008 اتجاهات التصميم التي شهدت في الموديلات الأخرى مش جهات قبل كده التي تم كشف عنها مؤخراً من بيجوه يتميز الطراز 3008 الجديد ده بشبكة أمامية محاطة بمصابيع أمامية رفيعة في وضع مرتفع في الأعلى خالص كده يعني إيه لزقة في الكبوت أو فوق الكبوت أو أخت حتة من الكبوت ورفيعة المصابيح الأمامية كما حصلت الوجهة أيضاً على تصميم مصابيح لد على شكل أنياب تتدلى من المصابيح الأمامية يعني مصباح الأمامي كده نازل منه أنياب وأنياب يعني جمع ناب يعني مفروض مش ناب واحد مفروض كذا ناب هتفهموا أنا بقول الحكاية دي ليه لما نشوف الصغر كما يأتي الجزء الخلفي من السيارة بنفس القدر من الأناقة مثل الجزء الأمامي مع مشتت كبير ديفيوزر ومصابيح خلفية حديثة وتظهر التصاميم السيارة بعمود دي أملس يظهر في أحدث لقطات التجسس مش فاهم أنا حتة عمود دي أملس دي ولو عرفتوا توصلوا لهم السور اللي هنشوفها وقولوا لي رأيكم يعني ويخفي لمسات التصميم المحدد اللي هو العمود الدي دي ويجب أن تستعيير ميزات تصميمية من ربعمية وتمانية ده رأيهم أن ما هي تنزل بقى في شكلها النهائي بعد التجربة اللي تمت دي لازم هتاخد من تصميم ربعمية وتمانية التي تم الكشف عنها مؤخرا لكن نسخة الإنتاج قد تبدو مختلفة كثيرا في الخلف يعني الخلف هم مش متأكدين منه قوي تبقى لي خبرنا زي ما بيقول ويتوقع تقديم السيارة هنا باقي التسريبات عن السيارة عن المحركات اللي هتنزل بها السيارة يتوقع تقديم السيارة بمحركات بنزين وهاجين ونسخة كهربائية يعني الثلاث أشكال من الوقود يعني وقود بنزين أو وقود بنزين مع كهرباء أو القوى المحركة للوقود الطاقة المحركة للسيارة تكون طاقة كهربائية فقط تبقى العربية كهربائية بس يعني هتنزل تشكيلها وينتج الجيل الحالي من 3008 في نسخ الهاجين بقوة 300 حصان و520 نيوتن متر اللي هي الشكل الأديم اللي موجود دلوقتي نسخة الهاجينة منه اللي ما بيجيش مصر بتدينا قوة إجمالية للمطور الكهرباء مع المطور البنزين 300 حصان و520 نيوتن متر من العزم ولا يزال الجيل القادم من بجوه 3008 في المراحل الأورى من دورة التطوير ولا يتوقع تقديم السيارة في شكلها الجديد بقى النهائي قبل نهاية العام المقبل ومن المحتمل أن يتم طرح 3008 الجديدة للبيع في أوائل عام 2024 طيب كده خبرنا انتهى نشوف أول حاجة بقى مع بعض دي الصور الملتقطة للسيارة بجوه 3008 أثناء التجربة بالتمويه التمويه الحواليها اللي هو الورق الملزوق ده الاستيكر الملزوق حواليه العربية كلها من الأمام ومن الخلف ومن الجنب وكده حتى بيداري كمان العلامة بالتأكيد عشان ما يبنشي انها بجوه العربية اللي هي بيتم تجربتها هنلاحظ هنا بس عاوزكم تلاحظوا معايا في الاكسدام الفوانيس هنا بين نهير فيعة هي وتحت الكبوت لاحظوا هنا الشبكة الأمامية فيه هنا عمود وسطي بيقسمها كده في النص عاوزين نركز عليه عشان ده هيتقرب معنا في السور وبعد كده هنشوفه موجود في أي سور من السور العربية الحقيقية عشان نقدر نحكم انهي اللي هي تبع المصمم وانهي الحقيقية بصوا على الجزء ده من الشبكة اللي ما يقدروش يغطوه بالاستيكر طبعا بطبيعة الحال عشان ده الجزء اللي بيدخل الهوى للرادياتير ودور التبريد العربية يعني وهي بتتجرب وهنا وهي بتتجرب فيه مكان تلجي طيب ده نفس الصورة لنفس العربية زي ما قلنا بس من زاوية أخرى وبرضو لاحظوا الشبكة الأمامية الجزء السفلي بتاعها من هنا هنا من الجنب هنا فيه جزء كده مرتفع غريب شوية هنشوفه في هذه الصورة تانية أوضح وده شكل الكبوت الأمامي مش مختلف كتير عن شكل الكبوت الموجود وهنا المصابيح بانت قوي نار وفيعة قد ايه بان هنا وضع المصابيح وهنا اعتقد الحفة الكبيرة دي بقى دي الشبكة السفلية بيقابلها الشبكة العليا أصغر شوية أديئة في العرض لكن برضو حجمها كبير مهول يا طيب الصورة اللي بعد كده دي صورة للسيارة من الجنب هنا من الواضح ان ده مش هيبقى شكل العربية واضح ان هنا فيه فارق كده في النص معناها ان دي حاجة محطوطة كده زيادة عشان تموه على الشكل التصميمي للعربية الجزء الزايد ده في الجنب طيب ايه كمان دي صورة العربية برضو اثناء التجربة بزاوية يعني شوفنا زيها ودي من ناحية اخرى طيب نشوف بقى الشكلين اللي واحد فيهم مصمم اخترعوا وطلع مش حقيقي والشكل النهائي خلونا نشوف الشكل الاولاني ده لا احنا لسه هنا في السور هذا الشكل في الامام طيب بنشوف هنا لو بصينا تحت على الشبكة السفلية تحتها اللي بتجيب الهواء دي هنا فيها خطوط كده عاملة زي خطوط رأسية زي خطوط السيارة المزيراتي اللي موجودة فيه المزيراتي وموجودة فيه كمان السيارة جاك جي سيفن السيدان الجديدة الوصف اللي تقال فيه الخبر بتاعنا بيقول فيه مصابيح كالانياب نزلة من تحت المصباح الافقي الرأسي ده الافقي ده اللي شكل على اللي هو رفايع وفيه اعلى المقدمة فالشكل ده يوحي ان الشكل ده هو نفس الشكل العربية اللي احنا شفناه مع الفارق الشبكة السفلية طيب دي العربية برضو هو نفس التصميم متصور في ناحية ونلاحز هنا بقى فيه هنا رقم محطوط جي اي ربعمائة تسعة وربعين زي دي بي وهنا رقم نمر يعني وهنا محطوط نمر جي اي ربعمائة وربعة وتسعين زي دي بي فهل نفس النمر محطوطة على العربية باللون الاحمر وباللون الاخضر هو ده غالبا هو ده الشكل اللي المصمم تخيله في الاول والدليل على كده ان الشبكة اللي حطتها تحت الشبكة السفلية دي مختلفة في الشكل في الشكل اللي احنا شفناه نرجع تاني لصورة السيارة من الامامها هنا شكل الشبكة مختلف فيه هنا عمود مصمت بيقسم الشبكة نصين انما هنا الشبكة مفتوحة على بعضيها وفيها الخطوط الرقصية دي بس طي دي صورة للعربية من الخلف بقى الصورة العربية من الخلف دي تمشي مع الشكل اللي احنا شفناه وتمشي مع شكل اللي احنا شفناه من في المقدمة في الصور التجاسسية وممكن تمشي مع الشكل الجديد اللي هو المفروض اللي هو الشكل الحقيقي اللي هو نازل في الخبر مع ان الوصف اللي في الخبر بيتكلم عن الشكل الوصف اللي في الخبر بيتكلم عن الشكل اللي هو تخيله المصمم انما الشكل الحقيقي ظهر قصادنا هو ليه عرفناه من عارفناه من الصورة مش من الصورة عارفناه من الجزء السفلي ده اللي هو جزء السفلي من شبكة التهوية مقسوم بالنص ومكون من جزئين الشبكتين دول طيب بس هنا بقى ايه اختفت قصة الانياب دي اللي هي نازلة من الفانوس هو نازل ناب واحد بس كده نازل من الفانوس الكبير ده كلمبات دي ار ايل الإضاءة النهارية مش المصابيح الأصلية فغالبا هيبقى هو ده الشكل الرئيسي لسيارة بيجوه ال3008 الجديدة طيب هتسألوني عن رأيي في الشكلين أنا رأيي الشكل بتاع المصمم ده أحلى من الأمام بالأنياب السلسية دي شايف انه أحلى من الشكل اللي هتيجي بيه العربية حتى الآن طبقا للصورة اللي قدامنا دي اللي هي نازلة بالناب الواحد طويل ده الناب الواحد طويل ده كتير ومتكرر وموجود في سيارات صينية موجود مثلا في السيارة هافال اتش سيكس في الخلف وموجود في كمان السيارة هافال جولاين اعتقد جولاين كمان برضو في الأمام وموجود كمان في السيارة السيدان دونج السيارة السيدان اللي هي بي سيفنتي بي سيفنتي اللي هي السيارة اللي اسمها ايدي اللي هي جاية من فاو بيستيون بي سيفنتي فيها برضو في الأمام وفي الخلف الديار اللي الرأسي المايل ده اللي عامل زي الناب الوحيد مش عدة الأنياب انما ده هيبقى شكل مميز ومميز للعربية هي ريت تنزل بهذا الشكل يعني ويكون الكلام خطأ اللي احنا قلناه عن الشكل المتوقع للسيارة اللي ماشي مع التجارب فنتمنى انهم يعدلوها مثلا لان هي لسه العربية في التجارب مش محددوه ما نزلتش رسمي عشان نعرف هيعتمدوا الحاجة التخيلية اللي في الأول دي ولا هيعتمدوا الحاجة الحقيقية اللي ظهرت بيها المرادية وبس كده قبل ما نقفل حلقتنا اشكركم للدعم المعنوي او الدعم المادي او الاتنين اللي بيكون عن طريق احد الطرق اللي موجودة في شريط الاحمر اللي فوق دوت اللي فوق ده على طول اللي انا بشاور عليه وإلى اللقاء في فيديو جديد حتى ذلك الحين في أمان الله